بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعل الدائم على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال دامت بركاته السابع ينبغي اهتمام الإنسان بالحفاظ على صحته النفسية والجسدية فإن في التعامل الخاطئ مع هذه الوسائل ما يؤدي إلى عوارض مرضية جسدية أو نفسية في هذا الأمر السابع يتعرض السيد دامت بركاته إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الإنسان إما صحته النفسية أو صحته ماذا الجسدية طبعا الصحة الجسدية لها أهميتها طبيعي الإنسان لا بد أن يحافظ على صحته الجسدية لكن المهم الأكثر والأخطر هو تأثير هذه الوسائل على صحة الإنسان النفسية بحيث قد تؤدي إلى كوارث نفسية تحصل عند البعض وهذا مما لا يخفى يعني الإنسان إذا نظر إلى عائلته أحيانا إلى مجتمعه يجد أنه هذه الحالات التي قد تصل بالشاب إلى أن يفعل الجرائم بسبب هذه الوسائل شاب بالنتيجة عاش في بيئة طبيعية بعيدة عن الحرب والقتل وما إلى ذلك لكن بسبب متابعته لبعض البرامج لبعض الفيديوهات بالنتيجة ببعض المنشورات يصير مجرما ويقتل بالنتيجة وبالنتيجة يسجن أو يقتل أو ما إلى ذلك فهذا كله أثر من آثار الأمراض النفسية التي سببتها وسائل التواصل الاجتماعي وكما هو واضح هذا أمر في غاية الخطورة في غاية الخطورة ولا يتصور أنه الإنسان يتصور أن عائلته سليمة ولا يمكن أن تقع في هذه الأمراض لا طبيعي طبيعي بسبب خطورة هذه المنشورات التي يكثرون منها في الحقيقة وبعضها كثير منها متعمد أصلا لحصول مثل هذه الأمور طبيعي أنه ابنك أخي أخوك بالنتيجة يقع في هذه الأمراض فينبغي أنه للإنسان العاقل أن يلتفت إذا هذه المسألة المهمة فقال ينبغي اهتمام الإنسان بالحفاظ على صحته النفسية والجسدية لعله لهذا السيد قدم النفسية النفسية أهم من الجسدية فإن في التعامل الخاطئ مع هذه الوسائل إذا تعاملت معها معاملة صحيحة كيف تتعامل معها معاملة صحيحة؟ بالطريقة التي الآن نشرحها بالنتيجة من بداية هذا المقال الكريم وإلى الآن وإلى أن ننتهي إن شاء الله بطريقة التقنين إذا تعاملت معها بطريقة التقنين فإن شاء الله لا تقع في هذه المخاطر أما إذا تعاملت معها على طريقة الاسترسال الذي هو أغلب الناس يتعاملون هكذا مع هذه الوسائل أغلب الناس طبعا ليس فقط الوسائل هو الهاتف بالعموم ليس فقط وسائل التواصل الاجتماعي لا استخدام الهاتف عموما أو نحو الهاتف بالنتيجة يعني الذي أريد أن أقوله بعض المنشورات لعلها ليست على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا شخص يتابع مقالات على جوجل مثلا جوجل خب ليس من وسائل التواصل الاجتماعي لكن أيضا أثره عظيم جدا بلعله يفوق أحيانا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي فعدم تقنين هذه الوسائل عدن تقنين هذه الهواتف وما إلى ذلك الأجهزة يؤدي بالإنسان إلى مخاطر فقال فإن في التعامل الخاطئي مع هذه الوسائل ما يؤدي إلى عوارض مرضية جسدية أو نفسية يمكن أن يؤدي إلى عوارض مرضية جسدية أو عوارض مرضية نفسية إما من جهة الأكثار من استخدامها هذا 24 ساعة لازم الموبايل هذه البنت 24 ساعة على الموبايل الطفل أيضا شوكت ما هو الأهل بنتيجة مشتغلين عدهم شغلة بالبيت كذا ما فارغي له يحطون الموبايل قباله وإلتهي يابا ابني شوين ما لي خلقه طاعة الموبايل قاعد يشوفها الكارتون ابني شوين طاعة الموبايل قاعد شسمه يلعب ألعاب ابني شوين قاعد يرسل شسمه مثلا خالطة أو ما إلى ذلك ابني شوين قاعد على اليوتيوب وهكذا هذا واقعنا أنا لا أتكلم عن شيء غريب في المجتمع لا واقعنا هو هذا أنه الأطفال تعطى الهواتف بشكل أصلا فضيء فضيء فطبيعي الاكثار من استخدام هذه الوسائل طبيعي أنه يؤدي ماذا إلى أمراض جسدية أو أمراض نفسية الأمراض الجسدية مثلا من أوضحها ضرر العين طفل مسكين صغير منذ نعومة أظافره هو أمام هذه الأشعة المضرة للعين ويكبر بالنتيجة لعله في أمر قصير يحصل عنده مشاكل في الرؤية وبالتالي يذهبون به إلى الأطباء وعمليات وما إلى ذلك هذا ضرر 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 جسدي أيضا تشتيت الذهن لعله من الدراسات قبل فترة لعله طلعت على هكذا موضوع أنه تشتيت الذهن وقلة الذكاء هذا من أسباب ماذا الهواتف الذكاء يقل ذهنك دائما مشتت لا تستطيع أن تركز في دراستك في كذا هذا أيضا من الأضرار ماذا الجسدية لعله تحسب من الأضرار الجسدية تشتيت الذهن أمر جدا مؤذي خصوصا لمن يريد أن يدرس وما إلى ذلك وجود الآلام أيضا تحصل آلام في الرقبة في الساعد في اليد ما إلى ذلك هذه اليد الكيف من كثرة النقر على الشاشة وما إلى ذلك تحصل فيها أوجاع وآلام ولعلها تحتاج إلى عملية في المستقبل أيضا من خطورات هذه الأمور أنه الطفل تحصل عنده حالة التوحد و ماذا أعبر عنه عدم اللهم صلى على محمد لا يأتيني تعبير مناسب ضعف ضعف التعامل مع المجتمع طفل 24 ساعة على الموبايل ما تتكون عنده شخصية بحيث يستطيع أن يتعامل مع المجتمع هو منذ نعومة أظافره تعود على ماذا؟ على التعامل مع جهاز صغير له قابلية لعله يتصل مع كثير من الناس عن طريق هذا الجهاز لكن ليس لديه تجربة اجتماعية لم يتعود على التواصل مع المجتمع فيصير ضعيف الشخصية هذا أيضا من الأضرار التي تؤدي إليها كثرة الاستعمال لهذه الوسائل نعم فقال إما من جهة الاكثار من استخدامها أو التوقيت الخاطئ لها أحيانا استخدام طبيعي ليس كثيرا لكن وقته غير صحيح مثلا من أمثيته الواضحة استخدام الهاتف قبل النوم استخدام الهاتف قبل النوم هذا وقته غير صحيح غير مناسب جدا ويؤدي إلى حصول الأرق والسهار مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في المستقبل أو لا أقل أنها مؤذية ترى أن هذا الشخص يقول أنا منذ فترة لا أستطيع النوم في الليل لا أستطيع ويبحث عن مهدئات ومنوم وما إلى ذلك إذا سألته قلت له تستخدم الهاتف في الليل لأقول لك نعم أنا إلى الفجر أمام الهاتف لماذا؟ يقول لأنه لا يأتيني النوم أنت أصلاً كيف يأتيك النوم إذا كنت ماذا؟ إذا كنت أمام الهاتف هذا خطأ حتى لو كنت تنام مبكراً مثلاً في الساعة العاشرة طبعاً الآن صارت الساعة العاشرة مبكرة ولعله حتى الأثنعش مبكرة صارت سبحان الله سابقاً العاشرة كانت بنتيجة وقت متأخر للنوم جداً مع الأسف قلبنا الحياة قلبنا الحياة الليل هو السكن للإنسان والنهار وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا النهار مناسب للعمل لصرف الطاقات نحن قلبنا المسألة في الليل نسهر وفي النهار ننام وهذه تؤدي إلى كوارث فاستخدام هذه الوسائل في توقيت خاطئ لها هذا يؤدي إلى أمراض جسدية أو نفسية أيضاً أول الصباح أول ما يستيقظ بدلاً من أن يذكر الله تبارك وتعالى يقرأ شيئاً من القرآن من الأذكار التي يحفظها تراه مباشرةً يفتح الهاتف ويرى من رسله وما هو الإشعار الذي وصله وما إلى ذلك ويقضي لعله وقتاً فليكن عشر دقائق وإن لم يكن طويل لكن وقته غير مناسب أول ما تفتح العين على هذه الأشياء أتوقع أنا أتكلم من باب التجربة يعني لم أقرأ مثلاً شيئاً طبياً لكن أتوقع أن هذا يعني ليس بالغريب أن العين أول ما تفتح على هذه الأشعة المضربة طبيعي تتأثر طبيعي أنه جربتم هذه القضية عندما تقرأون في الهاتف مباشرة تفتحون الهاتف مباشرة على عينكم يحصل ماذا؟ يحصل أشبه بالألم خصوصاً إذا كانت هناك مشاكل في العين والأمثلة كثيرة أنت إذا تأملت في حياتك تجد أمثلة كثيرة لهذه الأمور قال أولي طبيعة المنشورات التي يتم الاطلاع عليها وهذا من أهم الأمور طبيعة المنشورات ماذا تؤدي إلى حصول أمراض جسدية أو نفسية مثلاً أفلام الكارتون بعض أفلام الكارتون تحتوي على لقطات مرعبة للأطفال فيلم كارتون لعله تراه طبيعياً لكن في أحد حلقاته في أحد دقائقه لعله لقطة لمدة دقيقة واحدة لكن فيها رعب بحيث تؤثر على الطفل أثراً خطيراً جداً في بالي في بالي يذكرون أن أحدى حلقات الكارتون المعروف بيكاتشو هذا القديم كارتون قديم إحدى لقطاته أول ما عرضت أول ما عرضت لعله في بالي خمسين ألف طفل أصيب بحالة مرضية خطيرة هس إذا لم أخطئ في العدد إما خمسين ألف طفل أو خمس ملايين طفل هس ما أذكر بالنتيجة عدد كبير عدد كبير بسبب هذه اللقطة ماذا أصيب هؤلاء الأطفال بأزمات نفسية أيضاً هناك إحصائية لا أذكر المشكلة القديمة يعني قرأتها قديماً أو اطلعت عليها قديماً أنه كارتون كونان بسببه لا أذكر كم شخص كم طفل في السنة أو في إحدى السنين أحصوا إحصاء للأطفال الذين ينتحرون بسبب هذا الكارتون لقطة هي لقطة تكررت لعله لأكثر من مرة جعلت في ذهنية هذا الطفل أن يجرب الانتحار وانتحروا أتوقع أنه بعض الحالات نشرت يعني انتشرت بين الناس بكثرة في بعض السنين السابقة طفل بريء لا يعرف شيئاً عن هذه الأمور لكن بسبب طبيعة هذه المنشورات ماذا أدت به إلى حصول أزمة النفسية أو لا أقل أنه يثار بالفضول يحصل عنده حالة من الفضول لأجل ماذا؟ لأجل أن يجرب مسألة الانتحار ولعله انتشرت أتذكر قبل أربع سنين لعله انتشرت قضية أنه أحد الأطفال شنق أخته شنق أخته في بالي هكذا وماتت بالنتيجة ولعله هو أيضاً انتحار بعدها لعله هكذا بالنتيجة هذه الأمور لا تخفى في المجتمع موجودة الآن إذا كتبت في جوجل مثلاً تأثير كونن في مثلاً على الأطفال أو تأثير كونن في الانتحار للأطفال وما إلى ذلك تجد لعله كثير من المنشورات هذا نحن نعلم به لكن من جهة التطبيق للأسف لا نلتفت إليه لا نلتفت إليه الآن أي طفل من أطفالنا لم يشاهد كونن أي طفل لا أتوقع أنه توجد نسبة كبيرة وإن كنت أعلم أنه بعض العوائل عندها بنتيجة محافظة على أطفالها من هذه الجهة لكن قليلة قليلة جداً أيضاً المقاطع الجنسية للشباب أو للأطفال لا شك ولا ريب أن جميع نستطيع أن نقول جميع أو أغلب أغلبية ساحقة للمنشورات لأفلام للمسلسلات للكارتون هي تحتوي على مقاطع جنسية وكما ذكرنا سابقاً بعض الأفلام الكارتونية وغير الكارتونية أيضاً هي مخصصة لأجل هذا الأمر هذا يؤدي بالطفل إلى اضطرابات جنسية يؤدي بالشاب إلى اضطرابات جنسية يؤدي به إلى حصول حالة ما يسمى بالمثلية الآن مسألة ماذا؟ الميل إلى المماثل الشذوذ الجنسي هو تعبير صحيح والشذوذ الجنسي فهذا يؤدي إليه ماذا؟ طبيعة هذه المنشورات أيضاً اللقطات المرعبة بالنسبة للشباب هذه حالة أيضاً موجودة ينشر على بعض الوسائل مقاطع مرعبة شاب لعله يقول بنتجة أن ماذا يحصل؟ رأيت هذا المقطع لكن هذا يؤثر عليه في حالات حصول الخوف مثلاً في الظلام مثلاً يحصل عنده حالة نفسية حالة نفسية يشعر أن هذا الشخص الذي رأاه في المقطع يلاحقه وإن كان شاباً لكنه يؤثر عليه ما يراه فهذا أيضاً من الآثار السلبية والأمثلة كثيرة أنا أذكر هذه الأمثلة مجرد مثال وإلا الكلام يطول جداً فقال أو لطبيعة المنشورات التي يتم الاطلاع عليها ومن العوارض المعروفة أولاً الإدمان حالة الإدمان الآن سيد يذكر ماذا؟ مصاديق لهذه الأمور أولاً الإدمان يدمن على استخدام الهاتف عموماً تحصل عنده حالة من الإدمان على استخدام الهاتف أو يدمن على مشاهدة أمور معينة كثير من الشباب يقول أن صاد عندي حالة إدمان على مشاهدة البرنامج الكذائي أو حالة إدمان والأياذ بالله على مشاهدة المقاطع الإباحية كثير كثير يعني هو لا يستطيع أنه يقضي يوماً من دون أن يطلع على المقاطع الإباحية والإحصائيات في هذا المورد حقيقة فضيعة جداً إحصائيات مشاهدة مدى مشاهدة الشباب لمواقع الإباحيات حقيقة إحصائيات فضيعة مرئبة هذا إدمان وهذا خطير جداً أيضاً قال والوسوسة هذا الأمر الثاني يحصل عنده حالة من الوسوسة فالوسوسة ليس بالضرورة أنه دائماً عندما نقول وسوسة يعني وسوسة في الطهارة أو ما إلى ذلك لا لا تحصل عنده وسوسة إما وسوسة بالنسبة إلى عائلته وسوسة بالنسبة إلى عمله بالنسبة إلى زوجته ما إلى ذلك والمصادق أيضاً خارجاً واضحاً ثالثاً قال وفقدان الطمأنينة والسكينة هذا من الأمر الواضحة أيضاً يشعر هذا الشاب أنه غير مطمئن غير ساكن مضطرب مضطرب ما هو السبب السبب لا يلتفت إليه السبب هو أنك تقضي وقتاً طويلاً على هذه الوسائل مع تأثيراتها السلبية عليك قال وثالثاً ورابعاً أفواً زيادة القلق تحصل عندك حالة من القلق زائدة واضطرابات النوم هذا خامساً ذكرناه قبل قليل سادساً وقلة النوم 24 ساعة هو على الموبايل وسهران يقعد الصبوح غصباً ما عليه روح للدوام هو نايم بالساعة مثلاً نفترض بثلاثة بالليل بالسبعة الصبوح كل هو طالع للدوام هذا ماذا؟ يؤذي إلى قلة النوم وقلة النوم لها أضرار كثيرة بالنتيجة لا تخفى على أحدين قال وحدة الانفعال أيضاً الشاب لعله يصير ماذا حاد ينفعل بسرعة خصوصاً عندما يتكلم معه أثناء ماذا استخدامه لهذه الوسائل تراه يغضب بسهولة يغضب بسرعة عنده حدة في الانفعال قال وضعف التركيز والحيفظ هذا ذكرناه قبل قليل استعمال وسائل التواصل استعمال الهاتف عموماً يؤدي إلى ماذا إذا ضعف التركيز والحيفظ قال وضعف الإرادة طبعاً عندما الآن الشباب يقولون نحن رسبنا في الدراسة ولا ندري ما هو السبب وطبيعي أنه تحمل المدرسة المسؤولية ويحمل الأستاذ المسؤولية لا مولانا السبب الرئيسي هو أنت أنت تقضي وقتاً طويلاً على هذه الوسائل وأدى هذا الاستعمال الخاطئ إلى عدم وجود تركيز عندك وإلى ضعف في الحفظ ضعف في الذاكرة وبالتالي ماذا؟ طبيعي النتيجة الطبيعية هي أنك ترسب في الدراسة حتى وإن تركتها أثناء الدراسة ما الفائدة؟ تركتها أثناء الدراسة وأنت طيلة السنة ماذا؟ تستعملها بعض الآباء يمنعون أولادهم مدة الدراسة فقط أو مدة الامتحانات ما الفائدة أنت طيلة السنة طيلة الدراسة أنت كنت تتعامل مع هذه الوسائل لفترة شهر أو شهرين أو ثلاثة تركتها أنتهت القضية؟ لا قال وضعف الإرادة والعزيمة هذا من الأمور الواضحة جدا أنه الشاب ليس عنده إرادة لترك الأمور المضرة ليس عنده إرادة لمواجهة إدمانه مثلا تقول له أترك يقول لك أنا مدمن على مشاهدة كذا تقول له أترك هذا الإدمان يقول لا أستطيع عنده ضعف إرادة ضعف عزيمة هذا من الأمور التي تسببها ماذا؟ وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة هذه الثلاثة أسطر يعني تحتاج إلى محاضرات كل كلمة من هذه الكلمات في هذه الأسطر تحتاج إلى محاضرات محاضرات كبيرة لكن أنا لا أستطيع أن أكثر من الكلام لعله يؤدي ذلك إلى الملال قال وروح الإهمال وضعف الإرادة والعزيمة وروح الإهمال والتكاسل يحصل ماذا؟ من العوارض هو روح الإهمال والتكاسل عنده إهمال فضيع في واجباته كسل عام هذا نراه الآن في شبابنا كسل عام عنده ليس عنده كسل تجاه مشاهدة فيديو مثلا لكنه عنده كسل في تجاه عمله مثلا تجاه دراسته وما إلى ذلك وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان قال ومن المؤشرات أو ومن مؤشرات الإدمان السيد ركز على هذه النقطة مسألة الإدمان يعطي أربع مؤشرات تؤشر وتدل أو تدل على أنك ماذا؟ أنك مدمن فالآن السيد يعطي علامات لوجود الإدمان عندك فكل إنسان لا بد أن يراجع نفسه يقول أنا حصلت عندي حالة الإدمان أم لا؟ هذه العلامات تؤشر إلى أنك ماذا؟ لأنك قد حصلت عندك حالة الإدمان أولا قال عدم استقرار المارأ من دون استحاب هذه الأجهزة أو في حال بعض الانقطاع عنها تحصل عندك ماذا؟ حالة من عدم الاستقرار يعني أنت إذا لم تستحب الهاتف معك تشعر بنفسك أنك ينقصك شيء ينقصك شيء هذه الحالة توقع كثير من الناس يعني قد لمسوها بنفسهم بمجرد أنك لم تحضر الهاتف معك تحصل عندك حالة من ماذا؟ من عدم الاستقرار النفسي هذا علامة على وجود إدمان عندك أو لا في بعض حالات الانقطاع مثلا انقطعت عن استخدام الهاتف لمدة ساعة مثلا طبعا هذا نادر الآن نادر للشباب الذين ليس عندهم عمل مثلا نادرا لا يستطيعون أن ينقطعوا على الهاتف ساعة لكن إذا انقطعوا عن الهاتف ساعة يشعر بحالة من عدم الاستقرار هذا علامة على أنك مصاب بي الإدمان ثانيا قال وصعوبة أن يمارس عملا من دون أن تكون معه وهو يستمع أو ينظر إليها بعض الأشخاص كثير أصلا من الأشخاص لكن أنا أقول بعض لأنه بعض من رأيتهم بالنتيجة لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا والهاتف معه حتى أثناء الدراسة أثناء الدراسة لا بد أن يضع في أذنه مثلا شيئا يستمعه البعض المتدين مثلا يستمع إلى قصيدة مثلا يستمع إلى قرآن غير المتدين يستمع إلى موسيقى مثلا لكن بالنتيجة أنت عندك حالة من الإدمان لا تستطيع أن تزاول عملا لا تستطيع أن تمارس عملا إلا مع وجود هذه الأجهزة معك فقال وصعوبة أن يمارس عملا من دون أن تكون معه وهو يستمع أو ينظر إليها ثالثا طبعا هو فقط ينظر إلى الهاتف هو يشعر بحالة من أطمئنا مجلد أن الهاتف عنده يعني الآن أنا أعمل على الكمبيوتر مثلا لا أستطيع لا أقول الحمد لله أن أستطيع لكن مثلا الشباب مثلا فلا يستطيع أن يضع هاتفه في غرفة نومه مثلا ويأتي يعمل على الكمبيوتر مثلا أو يضع الهاتف في غرفة نومه وهو يقرأ في غرفة الاستقبال مثلا لا يستطيع عندما يقرأ لا بد أن يضع الهاتف أمامه ينظر إليه بين فترة وأخرى أو يضعه في جيبه يشعر بحالة من الطمئنان إذا لم يستحب الهاتف معه يشعر بحالة من القلق هذا من علامات ماذا وجود الإدمان هذا الأمر الثالث تراودك هواجس خواطر مؤذية ومقلقة له في حال الانفصال لبعض الوقت عنها مجرد أنك تنفصل لمدة ساعة مثلا أحيانا أصلا خمس دقائق أحيانا دقيقة بعض الحالات خطرة جدا إلى هذه الدرجة طبعا أنا هذه الدقيقة حتى أكون دقيقا في الكلام لم أرى شخصا بهذه الدرجة لكن أتوقع أن هذا موجود جيد فمجرد أنه أنت تترك الهاتف لمدة عشر دقائق مثلا ساعة ما إلى ذلك تحصل عندك هواجس خواطر تؤذيك تضطرك إلى ماذا إلى الرجوع إلى الهاتف واستعماله مرة أخرى قال ودوام هذه العلامة الرابعة ودوام الانتظار والتفكير فيها وحولها دائما هو ينتظر عن ماذا أن تأتيه رسالة مثلا دائما يفكر في الهاتف من راسلني من تكلم معي ما هو الإشعار الذي جاءني مع من سوف أتكلم ماذا سوف أفتح من برنامج وما إلى ذلك هذه الأفكار دائما هو متمحور حول شيء اسمه الهاتف فصار حقيقة عبدا لهذا الهاتف بدلا من أن يكون الهاتف ماذا عبدا له كل واحد أتمنى كل واحد منا أن يجرب الانقطاع عن الهاتف مدة سس ساعات السلاة أقول يوم كامل سس ساعة تجرب هل سيحصل عندك أحد هذه الأمور ألا أذكوره إذا حصل فلا بد أن تتحرك لعلاج حالة الإدمان عندك حالة إدمان لا بد من علاجها وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر